الموقف الرسمي لمصر كان واضح جدا في بيان وزارة الخارجية المصرية أدانة جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية النهاردة اقتحام وزير من الكيان الصهيوني المحتل لكن تبقى للبيان وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف وبرفقة مجموعة من العناصر المتطرفة وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولين الرسميين من حكمة ومسئولية وأكدت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والتي ترمي لترسيخ سياسة التأسيم الزماني والمكاني له لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا دعية الجانب الإسرائيلي للتوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة فلسطين